السلام عليكم. هذا الفيديو سيكون بداية دورة الربح من البلوغر. سننشأ معكم موقع إلكتروني على البلوغر من صفر. يعني إذا كنت تعرف مينه في الأنترنت وإذا تبقى معي هذه الدورة فإن شاء الله في الأخير ستخرج بموقع إلكتروني محترف. موقع من خلاله ستستطع أن تربح أموال شهرية من خلال هذا الموقع. بالإضافة إلى ذلك سيكون ثلاثة ديال القوالب يعني ثلاثة ديال الفائزين بالقالب ديال السيو. إذا كما كنت تعرفوا على أن قالب السيو هو أفضل قوالب إلى حدود الآن على البلوغر. إذا إذا أريد أن تفوز بهذا القالب هذا خليلي التعليق أسفل هذا الفيديو بالإضافة إلى إعجاب الفيديو. أيضا بلما نطول عليكم ندازم تعرفوا على كيفية إنشاء موقع إلكتروني على البلوغر. إذا الذي إنشاء موقع إلكتروني على البلوغر فضروري ضروري ومؤكد أنك ستكون عندك حساب على الجيميل. إذا فحنا بدورنا غد نمشيوا باش ننشؤوا حساب على الجيميل. إذا كنجيوا لجوجل. الجوجل كنكتبوا إنشاء حساب الجيميل كما كنت تشوفوا معايا. كنجيوا كنضغطوا على أول نتيجة إنشاء حساب الجيميل. جيدا. هنا سننشيوا وننشأوا حساب. هنا سننفتح لنا هذا الواجهة. إذا سندخلوا الاسم الأول. مثلا أنا سندخل هنا محمد. هنا سنكتبوا الاسم العائلي. مثلا أنا سنكتب هنا لحميدي. هنا سنكتب جيميل ديالنا. مثلا أنا سندخل لحميدي. لحميدي. إذن هنا قالوا لي. هذه لحميدي سيأتي هنا. هم يعطوني بعض الاقتراحات هنا. لحميدي محمد 997. مثلا أنا هذا أخي لا نساه. إذن سنعطي الاقتراحات ديالي هنا. مثلا سندخل هنا لحميدي. اليوم وأنا سنسجل الفيديو في 18. 18-4. مثلا ممكن ندخل هنا. 18-4-4. إذن هذا كاي. أولا حميدي 18-4-4. جيميل. مازيان. هنا سندخل لكلمة سر. ندخل لكلمة سر هنا. ثم ندخل لكلمة سر. ثم ندخل لكلمة التالي. مازيان. هنا سنجد الرقم للهاتف. إذن سندخل هنا الرقم للهاتف. إذا كنت عيني بشي بلد معين فتختار البلد. أنا هناك المغرب. إذن سنختار هنا الرقم للهاتف. إذن بعد ما دخلت الرقم للهاتف. هنا سنختار اليوم والشهر والعام. يعني تاريخ الميلاد. هنا سنختار الجنس. ما ذكر أو أنت. إذن سنختار ذكر. ثم سنضغط على التالي. هنا الخصوصية والسياسة إلى ذلك. سنضغط على وافق. إذن كما ترون معي. هذا هو الحساب الجيميل. بكل بساطة و بكل سهولة. مازيان. إذن سنضغط على هذه الصفحة. سنضغط على جوجل. سننشأ الموقع الإلكتروني. إذن سنضغط على جوجل. سنكتب جوجل إنشاء بلوجر. ونضغط على إنتر. إذن بعد أن كتبت إنشاء بلوجر. سنضغط على تحت هذه الصفحة. فأنتم هذا الرابط. سنضغط لكم أسفل هذا الفيديو. إذن سنضغط على الإنشاء المدونة. سنضغط على هذه الصفحة. سنضغط على أنشئ مدونتك. ومن بعد سنضغط على الجيميل. فالجيميل الذي انشأتهت الآن أمامكم هو هذا. فأنتم لا يمكن أن تجدوا هنا. فأنتم لا يمكن أن تفتحوا به المدونة. سنضغط على هذا الجيميل. سنضغط على إدخال كلمة المرور. ومن ثم نضغط على كلمة المرور. إذن هنا قالوا لي إختيار اسم لمدونتك. سنختار اسمية. لا يوجد عنوان الذي يجب له. فإنما الإسم. مثلاً سنختار أموالي. سنضغط على أموالي. سنغير اللغة العربية. أموالي من الأنترنت. سنضغط على التالي. هنا سنختار العنوان. فهنا لا يمكن أن نختار عنوان باللغة العربية. فضروري أن يكون العنوان باللغة الفرنسية أو الإنجليزية. باللغة اللاتينية. إذن هنا سنضغط على بلوك سبوت بوان كوم. هذه تبقى ضرورية. إذن لا نزال ما وصلنا للمرحلة لكي نشريه لدومين. إذن سنضغط على بلوك سبوت. بعد ذلك نشريه لدومين. إذن هنا سنضغط على أموال من الأنترنت. إذن هنا نكتب أموالي. سنلاحظوا الكjetاء للمنطقة أموالي سيضد应 جدًا پاسم. أيضاSUية أموالي. سنبدك كناipt في المنطقة أموالي حالث نتوجيا إذن سنعود أموالي من الانترنت ومن بعد سنقوم بإنهاء إذن إلى حدود الآن فأني انشأت موقع البلوغر فإنشأت موقع البلوغر ولكن واش صافي؟ لا ما زال خطوات كثيرة ولكن كخطوة أولية فإننا نشأت موقع البلوغر إذن لن نخصك الدير فأنا كنت نصحك لكي تكتب على الأقل واحد المقال أو الجوجة للمقالات سوف يكونوا بطريقة عشوائية ولكن يكونوا مقالات فإننا سوف نضغط على مشاركة جديدة سوف نكتب هنا مثلا عنوان معين مثلا كيفية الربح من الانترنت سوف نكتب هنا شيء معين يمكنك الربح من الانترنت عن طريق لا أعطي معين ومع الأيان هنا السلطلة سوف نقوم بعمل فوق النشط إذن سوف نقوم بتأكيد سوف نقول لكم لماذا كتب هذا الذي أبدأ بالمقال لأن كتب هذا الذي سوف نقوم بعمل من الرباح الروبوتايكس والاستيطماء فقد إذا كان فيه على الأقل واحد المقال أو جوز المقالات هذا جيد ، سوف ننشئ حساب على جوجل سيرج كونسول جوجل سيرج كونسول هو المسؤول على الأرشفة في المقالات وموقع سوف نضغط هنا أو سوف نكتب مشرف المواقع وسوف نرى النتيجة الأولى سوف نضغط لها من بعد مباشرة سوف ننقل لها هذه الواجهة لا يمكن أن نقل لها الواجهة إلا أنكم لا تستخدموا جيميل أو الجيميل المربوطة في جوجل هذا هو جيميل المربوطة أمامكم الآن وهذا هو الذي يرغب فيه الموقع سوف نأخذ البلوجر سوف نقوم بعمل عرض المدونة سوف نقوم بعمل عرض المدونة وموقعي هو هذا يسمى أموالي من الأنترنت هذا هو أموالي.blogspot.com سوف نقوم بعمل رابط على الموقعي سوف نضغط لها وسوف نقوم بعمل جوجل سيرج كونسول لا نضغطه هنا لأنه لديكم النطاق فمن المسبة لأننا لا يوجد أيضاً لدينا نقوم بعمل نطاق سوف نضغط الموقعي ثم نضغط متابعة وهذا هو جاري التحقق من الملكية تم التحقق من الملكية تلقائياً سوف ننتقل إلى الموقع وهذا هو حسابي لـ Google Search Console نضغط البدء وهذا هو حسابي وهذا هو حسابي هنا سوف نعطينا التقارن شكرا حسنا هنا ان شاء الله ان شاء الله انكم من الذين تكتبون المقالات و الموقع سوف يتعرف عن المحركات للبحث فهنا سوف يقتل عليكم الإحصاءات ماذا سوف يرون الموقع مين شاهده سوف نشرحها اذا من جيدا سوف نرجع الحساب ونضبط مجموعة من الإعدادات هنا على الإعدادات سوف نرجع الإعدادات بعد مباشرة سوف نضيف هنا لنضيف الروبوت ونضيف علامات الرؤوس المخصصة لبرامج الروبوت جيد اذا سوف نضيف التفعيل ونضيف التفعيل التفعيل هذا التفعيل فهذا التفعيل في الرابط أسفل هذا الفيديو أول سوف نضيف كامل ونرجع إلى هنا ونضيف 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 الموقع هنا ونضيف ونضيف الموقع ونضيف 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 حفظ ايضا لان انشأت الروبوت ونضيف أو التفعيل العلامات الرؤوس المخصصة لبرامج الروبوت نضيف ونضيف ونضيف سوف نفعل لولا ونفعل نو ديب سوف نقرح حفظ سوف نفعل ثانية علامات صفحات الارشيف والبحث سوف نفعل لولا ونفعل نو انديكس هذا ضروري سوف نفعل نو ارشيف ونفعل نو ديب سوف نفعل نو ديب ثم نضغط على حفظ حفظ حتى الآن فعلنا ملف الروبوتكس ونفعلنا العلامات المخصصة لبرامج الروبوت سوف نقرح الوجود لكي نشؤو الملف الستماد سوف نضغط على ملف الستماد ونضغط على ملف الستماد سوف نكتب ملف الستماد سوف نضغط على ملف الستماد سوف نضغط على الملف العمخت سوف نضغط على الملف الستماد وراء، سوف نضغط على متنين سوف نضغط على ملف الستماد معي هنا قد تتبون معي وفي عادة المقالات إقلال. إذا كتبوا على الأقل واحدة ربعات المقالات أو خمسة المقالات عاد من بعض تجيبوا ديروا هذه العملية اللي يريدكم دابع. ديال الميل في ديال السيتماب. وخب. إذا أعطاكم بحالة هكا ستضغطوا على تعذى رجال بالميل في بحالك. و ستضغطوا ثلاثة من النقاطات هنا. و ستضغطوا لها بحالك. و ستضغطوا الإزالة. ومن بعض حتى تكتبوا المقالات. هاد الميل في ديال السيتماب ستضغطوا مرة واحدة. إذا كتبوا المقالات الأولى و مرة واحدة. إذا كتبوا المقالات الأولى من بعضها تضغطوا الميل في ديال السيتماب. إذا بمنسبة لي أنا فقط أشرح لكم المشاكل التي يمكن أن تتواجهها. إذا مزيان. سوف نعود إلى الموقع. إذا في هذا الموقع ستضغط لنا الروبو تكست إذا أدواء الروبو تكست سنضغطوا كامل نزغط هذا الميل في الروبو تكست. سنضغطوا كوبي. سنعود إلى جوجل سورج كونسول. سنضغطوا الأدوات والتقارير القديمة. سنقوم بزيان. سنقوم بزيان المزيد من المعلومات لكي نفحص وما هو فعل هذا الروبو تكست خدام أو لا تستتعمل الموقع في هذه الموقع. سوف نضغط لي هنا برفض الحصول على ما في الاختبار الروبو تكست. سوف نضغط إلا هذا الواجهة. سوف نضغط الأدوات. سوف نضغط هذا كامل. أو إذا أريد أن نختبر هذا لا يوجد مشكلة لن نضع لسق الروبوتكس ثم نضغط الاختبار إذا أنتم نشوفوا معي إذا أتلع لكم هنا بالخضر فإذا أرى الملف الروبوتكس صحيح لا يوجد مشكلة إذا نضغط الإرسال لنضغط الاختبار ثم نضغط الإرسال ثم نضغط هذه الصفحة الرابط سوف يذهبون هاتف ثم نحط الحفظ سوف يذهبون إلى موقع وصف الموقع وصف المدونة إذا كما تعرفون أنه يجب عليك شبه في جوجل فضروري يجب عليك الوصف للموقع إذا بالنسبة لأننا لا يجب عليك الوصف هنا حسب الموقع لك لك الموقع متخصص في الربح من الانترنت مثلا ما هو الموقع لك كان متخصص في مجال آخر مهم يجب عليك الوصف لك مثلا هنا نكتب وصف معين إن مثلا أو موقع أموالي من الانترنت موقع متخصص في الربح من الانترنت و الربح من الموقع و الربح من الانترنت مهم على أن تكتب وصف معين و من بعد مباشرة ستضغط على حفظ إذا كنا كتبنا الوصف هذا هو العنوان للغة العربية سوف نضبطه في الفيديو القادم سوف نعود إلى الموقع سوف نقوم بعمل عرض المدونة فالموقع هو هذا ربما يكون موقع بداي ترى القلب الذي أعطيتنا البلوغر سوف نقوم بعمل قلب سوف نكتب المقالات سوف نضبطه مجموعة من الأشياء فإن شاء الله سوف يكون في الفيديو القادم كما قلت لكم في الفيديو القادم سوف تكون المسابقة على ثلاثة القوالب سوف نقوم بعمل إذا أريد أن تربح بعض القوالب دعوني تعليق أسفل هذا الفيديو و لا تنسوا هذا الفيديو إذا كنت أتمنى أن الفيديو يكون فيهم واضح فإذا كان لديكم شلسة و دعوني أسفل هذا الفيديو و إلى الحلقة القادمة إن شاء الله